انا ذاك في اوروبا واسيا ووسع رقعة دولته توسيعا عظيما جدا واخاف ملوك اوروبا الى الدرجة انه لما بلغت وفاته البابا في الفاتكان اقام الافراح ودق الاجراس في روما ثلاثة ايام فرحا بموت محمد الفاتح لماذا لان جيش الفاتح كان قد نزل على مدينة اسمه اوترانتو هذه في جنوب ايطاليا هذه المدينة نزل جيش الفاتح وكان يعزم على المسير الى روما ليستخلص روما للمسلمين كان هذا عزمه نجمع بين قسطنطينية وبين روما كما جاء في الحديث الصحيح تفتح رومية وتفتح قسطنطينية هاتان مدينتان كانت اعظم مدينتين عند النصارى انا ذاك والنبي صلى الله عليه وسلم بشر بفتحهما فكان يريد ان ينال الشرفين فتح روما وفتح قسطنطينية لكن الله تعالى اراد شيئا اخر والقدر ما امهله وتوفي بعد ان فتحت اوترانتو هذه المدينة جنوب ايطاليا وتحرك الجيش وجاء الخبر انا ذاك فالطور القائد ان يعود الى القسطنطينية لان هذه كانت تقاليدهم اذا مات السلطان فلابد ان يرجعوا لانتظروا الامر من السلطان الذي بعده الذي كان ابنه بايزيد الثاني فالرجل كان فاتحا وكان محبا للإسلام ناشرا له بشكل كبير وكان الإسلام رائده في كل تحركات الصرفات وذكرت لكم شعره كيف كان يدافع عن الإسلام في شعري ويتمنى ويحب الجهاد في سبيل الله تعالى بكل ما اوتي من قوة مات عن ثلاث كما قلت لكم ثلاث وخمسين سنة فقط سنة ثمانمية وستة وثمانين هجرية الف واربعمية وواحد وثمانين ميلادية تولى بعده صلاطين عظام في الحقيقة وعظمه السلطان سليمان القانوني وسأتي على ذكر هذا ان شاء الله تعالى في حلقة سلطان عبد الحميد كيف افتدت الدولة تضعف بعد الفاتح في اللقاء القادم ان شاء الله تعالى السلطان اذا كان صاحب مواهب كان شاعرا اديبا حفظا للقرآن كان مطلعا على الفقه الاسلامي والشريع الاسلامية عارفا بست لغات محبا للعدل مؤثرا له في كل احواله صاحب منشآت من مستشفيات ومدارس وجوامع كثيرة جدا في ارجاء دولته السلطان يوحد الدولة العثمانية في اسيا الصغرى وفي اجزاء كبيرة من اوروبا وسطان يقضي على شوكة سلاطين اوروبا الذين كانوا يهددون الدولة في كل حين وفي كل آن وهناك تفاصيل عن الفاتح تجدونها انا ادلكم على بعض الكتب ان الوقت قد شارف على الانتهاء وهذا الرجل عملاق وفيه تفاصيل عن حياته لطيفة جدا ورائعة جدا تجد تفصيلات عن حياته اعظم كتاب انا قرأته في الحقيقة لدكتور سالم الرشيدي دكتور سالم الرشيدي عن محمد الفاتح في تفصيلات رائعة ورسال دكتوراه جميلة جدا ومتميزة بذكر مصادر ووثائق الاوروبية التي كان المؤرخون للأسف الشديد كانوا متعصبين بقوة ضد الفاتح ومن اعظم الدراسات دراسة همر النمساوي الذي ظل فيها ثلاثين سنة يدرسها شخصية الفاتح يدرسها مدة ثلاثين سنة لكن الاسف كان رجل متعصبا ومنحازا لقومه ودينه بشكل فج فكتب كاذيب كثيرا عن سلطان حمد الفاتح لكن فيها وثائق جميلة جدا اخذها حتى من مكتبات العربية والاسلامية هذا همر وهي ترجمة طيبة استعان بها سالم الرشيدي في سات الدكتوراه واستعان بوثائق كثيرة جدا اجنبية وعربية ادلكم على هذا الكتاب لترجع اليه هو كتاب جيد الاستاذ زياد محمد علي الاردني له كتاب ادنى سلطان محمد الفاتح الدكتور محمد حرب رئيس القسم العثماني دراسات عثمانية في القاهرة له كتاب عن العثمانيين والحضارة ذكر فيه محمد الفاتح في اكثر من فصل ذكرا عاطرا جميلا ارجعوا الى هذه الكتب فتعطيكم صورة فذة عن هذه الشخصية الكبيرة التي مدحها النبي الاعظم صلى الله عليه وسلم بقوله لتفتحن القسطنطينية فلنعم الجيش ذلك الجيش ولنعم الامير ذلك الامير هذا الحديث اللي تشوفت نفوس الصحابة رضي الله عنهم والتابعين ومن تبعهم مدة ثمية قرون كل من يليد ان ينال هذا الشرف ادخر الله تعالى هذا الشرف للفاتح وبعض العلماء المسلمين يقول انه هناك فتح اخر الحديث تشيره فتح اخر القسطنطينيين في اخر الزمان لا يمنع هم بعض العلماء يقولون هذا ليس الفاتح هو المقصود الفتح القسطنطيني وهذا السلطان العثماني اقول هذا فهم لعله يكون فهما حاطئا القسطنطيني تفتح مرتين فتحت مرة في زمان الفاتح منال شرف الحديث النبوي وستفتح مرة اخرى في اخر الزمان وسيجري فيها ملحبة كبيرة بين الروم وبين المسلمين متى هذا كيف هذا الله تعالى اعلن بمتى سيكون وسأكمل باقي حديثي ان شاء الله تعالى عن الدولة وجوانب شخصيتها العظيمة في لقائنا القادم مع السلطان عبد الحميد الثاني والله تعالى اعلم واحكم وصلي الله ومسلم وضارك على سيدنا محمد وآله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة